السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اعلم بكم مشاهدين الكرام في هذا الفيديو الجديد حول المنطقة الوطني المغربي وحول لقاء النيجر اللي قدخل في تصريات كأس العالم لقاء قوي صراحة على جميع الجوانب لقاء جيت قوي عن تتكلموا له اقوى تشكيل المنطقة الوطني المغربي هذا لقاء النيجر اللي يقدر يتقام لا ذهبا ولا اياما في المغرب لقاء النيجر اللي هو اللقاء قوي صراحة من مندخل الوطني ومندخل النيجر بزراب الناس يقولون لك لا النيجر بلد ضعيفة في الكورة اه ضعيفة ولكن الان مبقاوش ضعف كورة بالغادم لا مهم اقوى تشكيله في خط وسط الميدان عامشي وممكن يبدأ بعد الميكاليزمات الكورتشر قراجي في هاللقاء النيجر ممكن يبدأ بيحية جبران لاعب فارق الويدد بضع 32 سنة لاعب صراحة محوري فارق الويدد في الفارق صراحة محوري على مستوى انه ضروري يخصي ي برا في الويدد ضرور ولكن امين حارث لاعب مارسيليا الفرنسي لاعب صراحة اه قيمة كبيرة عنده فى المنتخب صراحة من كيكون فى جهد دياله الكامل كيعطي الاضافة صراحة لمنتخب الوطني المغريبي امين حارث لاعب لي هو مزيلا وعمشيوا اللاعب لي صاعد صراحة بلال خنوس 19 سنة من اللاعبين الرائعين فى المنتخب الوطني المغريبي صراحة اللاعب رائع على جميع الجوانب اللاعب لي ممكن يعطيك اضافة بالطبعات الحبزة افدية السنين لانه بقي عنده فقط 19 سنة هاتي لكي شكرا لكم